اشتركوا في القناة سما قليد الحكم الإمارات والبحرين علاقات أخوية راسخة ورؤى موحدة من البيان شهد الملحمة السينمائية التاريخية لخور فكان حاكم الشرقة يفتتح مدرج خور فكان ويدشن الشلال شهد تخريج الدفع الخمسين من المرشحين الطيرين والدفع العاشر من الإناث بكلية خليفة بن زايد الجوية حزع بن زايد يؤكد أن مؤسسات قوتنا المسلحة هي مصدر فخر دائم حول هذا الخبر نقرأ شهد سمو الشيخ هزع بن زايد النهيان نائب رئيس المجلس تنفيذي لإمارة أبوظبي صباح يوم أمس احتفال القوات المسلحة بتخريج الدفع الخمسين من المرشحين الطيرين والدفع العاشر من الإناث في كلية خليفة بن زايد الجوية في اللعين سمو الشيخ هزع بن زايد النهيان قال في هذه المناسبة إن كلية خليفة بن زايد الجوية وجميع مؤسسات قوات المسلحة الإماراتية هي مصدر فخر دائم بما بلغته من تطور ومهنية واحترافية وما هذه الدفع الجديدة من الخريجات والخريجين من الإمارات والدول العربية الشقيقة سوى تأكيد للمسيرة الزاهرة القوات المسلحة الإماراتية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن ونهضته وتقدمه من البيان نقرأ خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع سيرجي لافروف عبدالله بن زايد الإمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات استراتيجية أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزيره الخارجية وتعاون دولي أن دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية ترتبطان بعلاقات استراتيجية شاملة وشدد على العمل المشترك بين البلدين الصديقين لجعل منطقتنا ليست فقط آمنة ولكن أيضا مزدهرة وعصرية جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده سموه مع سيرجي لافروف ووزيره خارجية روسيا الاتحادية وذلك في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها سموه إلى روسيا الآن نقرأ عربيا ودوليا من صحيفة الاتحاد ماذا عن ونطأ الصحيفة هجوم إرهابي بقارب مفخخ يستهدف ناقلة وقود في جدة أكدت وزارة الطاقة السعودية تعرض ناقلة وقود راسيا في جدة لهجوم إرهابيا بقارب مفخخ ما أدى إلى اشتعال حريق محدود دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح كما لم تلحق منشاء التفريغ بأي أضرار كذا مصدر مسؤول في الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية أن هذا الهجوم الإرهابي مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجهزة من الهجوم على سفينة أخرى في أشقيق في السعودية وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان هذا المصدر أكد أن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية الموجهة ضد المنشآت الحيوية تتخطى استهداف السعودية ومرافقها الحيوية إلى استهداف أمن واستقرار إمداد الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي وشدد المصدر على خطورة مثل هذه الأفعال الإجرامية وتأثيرها المدمر على حركة الملاحة البحرية ومن الصادرات البترولية وحرية التجارة العالمية بالإضافة إلى تهديد السواحل والمياه الإقليمية بالتعرض لكوارث بيئية كبرى يمكن أن تنجم عن تسرب البترول أو المنتجات البترولية المصدر هذا أوضح أن العالم بات اليوم أكثر من أي وقت مضى في حاجة ملحة للوقوف صفا واحدا ضد مثل هذه الأفعال الإرهابية التخريبية واتخاذ إجراءات عملية راديعة ضد جميع الجهات الإرهابية التي تنفذها وتدعمها مشاهدين من صحيفة الاتحاد نقرأ الخبر المعنون البرلمان العربي يشارك في ندوة دولية بشأن تغير المناخ حيث شاركت ناعم عبدالله شرهان وهي عضو الشعب البرلمانية الإماراتية شاركت بالبرلمان العربي في ندوة افتراضية بعنوان التكيف مع تغير المناخ في المناطق الجبلية ما هو دور البرلمانين والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج التكيف في المرتفعات التابعة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالتعاون مع جامعة جنيف ومعهد سقهولم للبيئة وذلك بناء على قرار عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي وتلبية للدعوة الوردة من الاتحاد البرلماني العربي البرلمان العربي ليشارك في هذه الندوة ماذا جاء في صحيفة الخليج نقرأ العنوان فيسبوك تفاؤل وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والمملكة السعودية ومصر حيث كشف 72% من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات و 58% في السعودية و 56% في مصر كشفوا أنهم لا يزالون متفائلين بمستقبل أعمالهم فيما عمل العديد منهم بشكل خلاق لإيجاد طرق جديدة للوصول إلى العملاء ما زاد من نسبة المبيعات التي قاموا بها رقميا خلال أزمة كورونا وذلك وفقا لدراسة عدتها شركة فيسبوك بالشراكة مع البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وأفادت 47% من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة و 37% في السعودية و 38% في مصر أن 25% من مبيعاتها تمت رقميا خلال الشهر الماضي ومع ذلك بالنظر إلى المستقبل فأن الشركات حذيرة في توقعاتها الخاصة بالمستقبل حيث تشير 37% من الشركات في الإمارات 26% في السعودية 28% في مصر تشير إلى أنها تتوقع أن يكون التدفق النقدي تحديا في الأشهر القليلة المقبلة نختتم بالخبر من صحيفة الأنباء الكويتية 40% من البالغين في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من السمنة المفرطة